هذا الموضوع قضية ظلامة فاطمة وقضية قذف فاطمة في مجلس المتوكل أنا قرأته في الطبعة الألمانية لمروج الذهب للمسعودي هناك طبعة ألمانية لمروج الذهب ومعلومة للمشاهدين إن أكثر المخطوطات العربية والإسلامية موجودة في ألمانيا أكثر مكان توجد فيه مخطوطات وللعلم والاطلاع دواوين الشعر العربي التي طبعت في بيروت نسخها المخطوطة جاء بها من ألمانيا هناك مكتبات ضخمة في ألمانيا تحتوي على الكثير من المخطوطات العربية والإسلامية وربما الكثير منها لحد الآن لم يطبع وكان هناك مؤسسة في ألمانيا تطبع هذه الكتب مؤسسة ألمانية يشرف عليها مستشرقون ألمان